غدا تستعادة قضاء الرطبة من تنظيم داعش بدأت القوات المشتركة بعملية رفع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم في بعض أحياء المدينة تحسبا من وقوع ضحايا وقال مرسل قناة الفلوجة من الرطبة إن عملية استعادة القضاء إلى وضعه الطبيعي بدأت بتشغيل وفتح المؤسسات الحكومية لسيما الخدمية لتلبية حاجة السكان مضحا أن القوات المشتركة انتشرت في محيط القضاء تحسبا لأي هجمات قد يشنها داعش